بسم الله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده مرحبا مرة أخرى بأعزائي الطلاب مع درس يومي الأربعاء والخميس من الإسبوع التاسع بعنوان العطف أولا أتأمل الأمثلة التالية ثم أستخرج الحرف الذي جرت به عملية الربط بين الكلمتين أو الجملتين التي كتبتا بلون مغاير المثال الأول يشغلني ويتردد في ذهني سؤال هو من المسؤول عن مكافحة المخدرات المثال الثاني كل ما من شأنه أن يسكر يعد خمراء سواء كان من الحبوب أو الفواكه المثال الثالث طرد محمد من المنزل فضاقت عليه الأرض بما رحبت المثال الرابع أقلع محمد عن الذنوب حتى الصغائر المثال الخامس التحق محمد ببرنامج الدعم الذاتي ثم وفقه الله وتزوج المثال السادس أصبح محمد عنصر بناء لا عنصر هدم أحرف العطف الواردة في الأمثلة السابقة الواو أو الفا حتى ثم لا أعلم أن العطف ارتباط بين كلمتين في الحكم والإعراب بأحد حرف العطف أعلم أن أحرف العطف تفيد المعاني التالية أولاً الواو تفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم والإعراب دون التقيدي بالترتيب الزمني ثانياً ألفاء تفيد الاشتراك في الحكم والإعراب كما تفيد الترتيب مع التعقيب ثالثاً ثم تفيد الاشتراك في الحكم والإعراب كما تفيد الترتيب مع التراخي رابعا أو لها معاني عديدة يحددها السياق من معانيها التخيير أو الشك أو التفصيل أو التقسيم خامسا لا تنفي عن المعطوف ما ثبت للمعطوف عليه سادسا حتى وهي تفيد الغاية يسمى ما بعد حرف العطف معطوفا وما قبله معطوفا عليه أسترجع القاعدة السابقة ثم أعود إلى الأمثلة وأستخرج المعطوف والمعطوف عليه مما كتب بلون مغاير ثم أبين نوع كل منهما اسم أو فعل أو جملة المعطوف عليه نوعه المعطوف نوعه في المثال الأول المعطوف عليه يشغلني نوعه جملة فعلية المعطوف يتردد في ذهني نوعه جملة فعلية المثال الثاني المعطوف عليه الحبوب نوعه اسم المعطوف الفواكه نوعه كذلك اسم المثال الثالث المعطوف عليه طورض محمد نوعه جملة فعلية المعطوف ضاقت عليه الأرض نوعه جملة فعلية المثال الرابع المعطوف عليه الذنوب نوعه اسم المعطوف الصغائر نوعه اسم المثال الخامس التحق محمد المعطوف عليه نوعه جملة فعلية المعطوف وفقه الله نوعه جملة فعلية المثال السادس والأخير عنصر بناء معطوف عليه نوعه اسم المعطوف عنصر هدم نوعه اسم فائدة العطف بحتى قليل وشرط العطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا وأن يكون جزءا من المعطوف عليه كوء أو كالجزء منه وأن يكون مفردا لا جملة إذا اشترك الفاعل مع فعله في العطف يكون العطف عطف جملة فعلية على جملة فعلية مثال وقف وخطب الإمام يعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل والجملة الإسمية على الجملة الإسمية والجملة الفعلية على الجملة الفعلية المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا العطف بأحرف العطف يسمى عطف نسق أي موالات وربط حرف العطف أو يكون للتخيير إذا كان قبله جملة فعلها فعل أمر على الأرجح إليكم هذا المخطط الذي يوضح العطف وحروفه هو الربط بين كلمتين أو أكثر أو جملتين أو أكثر بحرف من أحرف العطف وإشراكها في الإعراب وحروفه كما هو موضح حرف العطف الواو مثال جاء أحمد وحازم حرف العطف الفاء مثال يركع الإمام فالمأموم حرف العطف أو مثال أنصح المدمنين أو المدخنين حرف العطف ثم مثال جاء محمد ثم سعد حرف العطف لا مثال كن صديق خير لا صديق سوء حرف العطف حرف العطف حتى مثال يموت الناس حتى الأنبياء إلى هنا أعزاء الطلاب نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بهذا الكلام وإلى دروس الإسبوع المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر